الكلام على ايه؟ الكلام على 72 ساعة في منتهى الاهمية من هنا لغاية يوم المباراة ان شاء الله يوم الخميس مواجهة الاهلي والزمالك حاجات كتيرة جدا ممكن تتغير وانا قلت لحضراتكم ان مشوار التتويق باذن الله ان شاء الله للبطولات اللي فضل الموسم ده يبدأ من مطش الزمالك مكسب الاهلي في مباراة في نهاية كاس مصر بتاعة الموسم الاخير في منتهى الاهمية ويغير كتير جدا من المعادلة اللي موجودة دلوقتي من المعادلة اللي ابتدت تحديدا مرحلة ما بعد خسارة نهائي دوري الابطال يعني احنا بنتكلم نمرة واحد على ثلاثة اجهزة فنية تولوا مسؤولية النادي الاهلي على مدار الموسم ودي حاجة مشكلة يمكن انت ما تحسش بيها او ما تحسش انها لها تأثير كبير جدا لكن هي بالتأكيد مؤسرة نمرة اتنين ودي علامة الاستفام الكبيرة واللي انا هتكلم فيها النهاردة في حلقة السادسة فحوارنا مع نجمينا النهاردة شرفنا كابتن اشرف ممدوح التباين في مستوى الاداء الاهلي تقريبا من بعد نهائي دوري الابطال ماشي على سطر وبيسيب سطر يعني احنا رجعنا من نهائي دوري الابطال لعبنا مباراة كويسة جدا قدام استرن كامباني في غياب مجموعة كبيرة جدا منهم الدوليين ده كان الاتفاق مع ادارة استرن كامباني ومع ربطة الاندية ان المباراة دي تتأجل في مقابل الاهلي لعبها من غير لعبته الدولية ورجعنا وكنا خارجين من حالة معنوية صعبة جدا طبعا ولعبها خسرنا اهم لقب في الموسم ده بفعل فاعل كلنا عارفين ملابساته احساس انك تعرضت لظلم او ان اللقب تسرق منك بالتأكيد مسر حالة من حالات الضغط على لعب ورغم كده رجعت تدخل في منافسات الدولي مرة تانية ولعبت مع استرن كامباني وقدت مباراة كويسة جدا وكسبت المباراة دي بنتيجة اربعة من استرن كامباني روحت للزمالك قدمت شوت حلو وقدمت شوت سيء جدا لكن اجمالا كانت مباراة كويسة وكان ممكن الاهلي يعني يحسمها لصالحه ويخلص في المباراة بدري بدري من مباراة الزمالك روحت لمباراة بيرامدز في الكاس قدمت مباراة جيدة جدا وقدرت تتفوق على بيرامدز وتخرجوا من بطولة الكاس وتحرموا من هو يحرز اول القابه ومنها روحت لسموحة قديت مباراة يعني كورة الحقيقة انا بشوف ان كورة الاهلي في ماتش سموحة كانت كويسة لكن في النهاية كانت نتيجة لصالح سموحة وضيعت ثلاث نقاط في منتهى الاهمية تولى المسؤولية ميستر ريكاردو سوارش لعبت مباراة لا بقسة بها في كاس مصر في الدور قبل النهاية مع بيترو جيت وقدرت تكسب من بيترو جيت روحت لجونة قدمت المباراة مش احسن حاجة في الدنيا واخسرت نقطتين برضو في منتهى الاهمية في السباب بتاع الدوري بعد كده من مباراة الجونة روحنا لمباراة قبل مباراة بيرامدس فكروني كانت مباراة مين بعد الجونة انا فكر انه بعد الجونة كانت مباراة كان فيه مباراة تانية اعتقد انه احنا فوزنا فيها بين الجونة اه بعد الجونة مباراة اللي تعدلنا فيها مع الجونة واخسرنا فيها نقطتين رجعنا مرة تانية كسبنا فيوتشر كسبنا فيوتشر 4-0 معارضة اكتر من ر matin ورجعت مرة تانية فالكيرف abs and downs الكيرف الاهلي عالي جدا وبعد كده مش في احسن حالاته دي المعضلة اللي بعتقد انها يمكن تكون مقلقة جدا نقدر نخلصها ازاي انك تتوج في كاس مصر وتتوج على مين على حساب الزمالك اللي هو المنافس الابرز او الاهم بالنسبة لك في الدورة تخلص من حالة التوتر وتخلص من حالة الضغط وتصدرها للمنافس بتاك كشان كده انا بقول دوركم مهم جدا جمهور النادي الاهلي اللي مش بيشجع وقت المباراة وبيفرح لما الاهلي بيكسب وبيزعل وبيغضب لما الاهلي بيخسر لا الجمهور اللي عايش نادي الاهلي دوركم مهم جدا 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 في 72 ساعة